اشتركوا في القناة في هاللقاء بعض النقاط التي تعتبر بمثابة المواصفات الخاصة بالأخلاق أو التخلق بالأخلاق الولائية منيح أن نتحدث حولها شوي لننتقل إلى فكرة بتقديري تعتبر مركزي بدراسة الأخلاق الإسلامية تحديدا الأخلاق الولائية أما الشق المرتبط في مسألة هذه المواصفات فهي أمور ثلاث أو الخصائص والمواصفات للأخلاق الولائية في عنا ثلاث مسائل المسألة الأولى فطرية الأخلاق شو المقصود بفطرية الأخلاق أن الله سبحانه وتعالى حينما كلق الخلق كما أنه مثلا فيه للخلائق الرأس والقلب والوجه وإلى آخره فيه بالمميزات النفسية جملة من الأمور التي أوجدها الله منذ أن خلق الخلائق خلقهم عليها هذه اللي تسمى بالمسائل الفطرية وهني لا يعرفوها مش بحاجة إلى كثير جهد بل ليسوا بحاجة إلى أي جهد حتى يعرفوها يمكن لا ينموها هني بحاجة لجهد ليطوروها ليخدوها إلى كمالاتها المفيدة جدا هم بحاجة إلى جهد وتربية وبذل وإلى آخره إذن القابليات الموجودة لدى الناس في أخلاقيات الناس هي أمور فطرية إلا أن تربية هذه الأمور الفطرية أو كلها الله إلى جهدنا الذي هذا الجهد ينصب أولا بالاستهداء وهذا اللي رحبينه بعد شوائي بالرسل وما رسموه وما قالوه وما حدثوا به ثم الخبرة خبرة الإنسان كيف من الممكن أن يطور بعض هذه القابليات الأخلاقية في هذا الجانب من المفيد أن أشير بأن هناك كتابا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه اسمه جنود العقل والجهل مجمل هذا الكتاب بل في يقول كل الكتاب قائم على فكرتان فكرة أولى بتنتمي إلى المدرسة اللي بمثلها الإمام الخميني واللي هي مدرسة الفطرة أصالة الفطرة عند الإنسان واللي أستاذه كمان كان عليها بيعبر بهذا الكتاب أنه كل الأمور الأخلاقية من بتاعها هو منبط فطري لذلك يمكن لها أن تنمو بشكل أكيد يعني مش أنه والله أنا إذا أصدت أن أنمي قابليتي في الكرم على سبيل المثال مش أنه والله هذا الجهد سيبوء بالفشل أكيدا إذا كنت صادق في تنمية نفسي على الكرم هذا الجهد سيبوء بي أو ستكون نتيجته نتيجة إيجابية سبب في ذلك أنه بالأصال الإنسان هذا الخلق الحسن هو موجود فيه هو بالأصال موجود فيه هو فقط يحتاج أن ينمي هذه القابلية الموجودة لديه طيب يمكن حدا يقول أنه إذا كانت الأخلاق شغلة موجودة بفطرة الإنسان يعني الله خلق الناس على أخلاقياتها إذن ما الحاجة إلى الرسالة ما الحاجة إلى الشريعة ما الحاجة إلى الدين ما الحاجة إلى الرسل طبعا وقت اللي بنقول أنه الله عز وجل أوجد هذه الميزات كقابليات فطرية عند الإنسان ما بيعني أنه هي مش معرضة للخطر مش معرضة لأن تنطفئ مش معرضة إلى أن يعبر القرآن أن يطبع عليها أن يختم عليها بسبب الأعمال بسبب المعاصي بسبب الذنوب وأحيانا الإنسان هو عم يبذل جهد من أجل تطويرها قد يخطئ في عملية هذا التطوير الذي عليه أن يمارسه لذلك دور الشريعة دور الرسالات السماوية هي أن توضح لنا أصالت هذه القابليات الأخلاقية من جهة وأن توضح لنا النهج الذي نربي عليه أخلاقنا النهج الذي نربي عليه قابلياتنا الفطرية لذلك شو بيقوله بيقوله أنه إذا اجتمعت من جهة الجوانب التكوينية عند الإنسان بالمسألة الأخلاقية والقابليات الأخرى مع الأمور التي أوحى بها الوحي أنزلها الوحي على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا هود اتنان إذا التقوا هود اتنان صار فيه أشبه ما يكون عندنا وحي ظاهر يمثله القرآن ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وفي عندنا وحي باطن يعني الله بمعنى شو يعني الوحي يعني هذه الحقائق التي أو دعها الله في أصل نفوسنا وأصل قابلياتنا إذا التقوا حصل هذا الكمال المتوخ عند الناس إذا من الأمور اللي لازم تكون واضحة وبينة أهم أصالة أصالة الأخلاق العظيمة أصالة الأخلاق المقدسة عند الناس وأنهم مؤتمنون على أن يحفظوها بل على أن يطوروها الأمر الثاني من هذه المميزات وقت اللي منقول أن الناس لازم يبذلوا الجهد في تطويرها ممكن يرسموا مثلا مناهج تربوية لحتى ليطوروا الجوانب الأفلاقية ممكن يبذلوا بعض الأمور العملية لحتى ليطوروا هذه القابليات الأخلاقية لكن في حقيقة ينبغي أن لا تغيب وهنا أود أن أؤكد على هذه الميزة أن أهم أهم عامل أهم سبب أهم علة بمعنى السببية لتنشيط الأمور الفطرية لإغناء الأمور الفطرية هي حسن التوكل على الله اللجوء إلى الله العودة إلى الله الإياب إلى الله طيب بأي معنى أنه مثلا نحن بحسب القابليات الموجودة عنا ينبغي أن نكون نميل نحو ما أحله الله وأن نبتعد نحو عن ما حرمه الله بالأصالي طيب هذا الإنسان هو ماشي بالحياة لأنه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة بغلط شو لازم يعمل لازم يبذل الجهد ما يغلط لازم يبذل جهده أنه ما يغلط لازم يحصن نفسه يمنع نفسه من الوقوع في الخطأ هذا صح لكن طبع الإنسان يعبر عنه القرآن في كبد بحال من الضعف بكثير من الأمور وأن الهوى قوي فيه هوى الهوى الموجود عند الإنسان الذي يمكن أن يضله هو أمر قوي قابل أن يبعده وعند درب السليم إضافة لعدو رح نحكي عنه بعدان يعني غير عداوة النفس اللي هو إبليس واللي عن جد بده حكي لأحاله يعني بده حديث مستقل موضوع إبليس الشيطان هذا كله يمنع الإنسان عن أن يكون محفوظا من الوقوع بالحرام محفوظا من الوقوع بالخطأ محفوظا من الوقوع بالزلل ما هو الأمر الذي يمكن أن يحصنه حسن التوكل على الله تسليم الأمر لله يعني أنه خلص بعتمن على الله بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظ هو اللي بيسدد هو اللي بيمنعني من الوقوع بالزلل أو الخطأ أو الحرام لكن هون بتمنى تلتفته منيح الوصول إلى مثل هذا التوكل الوصول إلى مثل هذا التسليم ليس بالأمر الهين يعني مش أنه والله إذا أنا بيجي بقول قلص يا رب أني سلمت أموري إلك هذا أبدا أبدا مش كافي لحتى لنصير نحن في حصن الله عز وجل يحجب عننا المولى سبحانه الوقوع في مثل هذا وقال له كثير من الأوقات بل أغلب الأوقات وحدنا بيقول له لأ الله الحمد لله وحدنا بيقول له لأ الله متوكل عليك وحدنا بيقول لأ الله أنا كل سنة دي هو الاتكال عليك الرزق منك الحياة منك القدرة منك الصحة منك كل هذا الكلام يقوله الواحد مننا لكن في قرارة قلبه في نفسه في وجدانه في عقله في مشاعره قد يكون على وضع مختلف بل الغالب أنه على وضع مختلف مما يصرح به مما يقوله ليوصل الإنسان إلى الاعتماد على الله هذا أمر أصلا هو بد جهد جبار هو بد جهد جبار لكن إن وصل إلى هذه النقطة وصل إلى ما يمكن أن يحصنه فعلا فإذن الخاصية الثانية لتطوير الأخلاقيات لدينا هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأن نعلم أمرا بأن التسديد تسديد هالعبارة هالعبارة التسديد إلى مسالك الفلاح التسديد إلى مسالك الصراط المستقيم هي هبة من المولى يعني مثلا أنا يفترض بدي اشتغل على حال اللي حتى ليصير صاحب مميزات وحد اثنان ثلاث اربع وعم بشتغل بصدق عم بشتغل هل بنحو حتمي أني أوصل للنتائج المطلوبة والمتوخات إن لم يكن هناك توفيق إله لا ما في شيء أكيد تحتاج المسألة إلى توفيق إلهي لذلك ما حدا هو عم بيربي نفسه وعم بيشتغل على نفسه لحتى لي يصير إنسان خلينا نسميها كعاقل بمعنى لديه كل القابليات التي ينبغي أن تكون لدى الإنسان الحقيقي ما حدا يعتبر بأنه أنا بقدر أوصل لهم لا أنا بقدر إبذ الجهد لأوصل لكن العود إلى الله من جهة وطلب التسديد الإلهي الهداية الإلهية الهبة 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 الإلهية هو أمر ضروري من أجل ذلك في كثير من الأوقات مسألة تطوير أخلاقياتنا تعتمد على استجلاب هذه الهبة الإلهية كيف منستجلب أحيانا نستجلب هذه الهبة الإلهية بالدعاء عليكم السلام عليكم السلام أحيانا نستجلب بالدعاء ندعو الله أن يرزقنا مثلا حسن العاقبة أن يرزقنا الخلق الحسن أن يرزقنا كذا أن يرزقنا كذا دعاء نين التوسل الدائم التليت مراقبة الذات بشكل دائم ومراقبة الذات كأن الله يرى بشكل دائم إذن كل هذه هي عوامل من أجل السعي للحصول على هذه الهبة الإلهية وهذا الأمر يمكن لنا أن نستدل عليه من مجموعة من الأمور التي وردت في بعض الأدعية خاصة أدعية الصحيفة السجادية منها على سبيل المثال وَهَبْلِي مَعَالِي الأخلاق هَبْلِي مَعَالِي الأخلاق إبا من المولى سبحانه وَعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ إن الواحد بس يحس حاله منيح خلص بصير بيدراوة أنا منيح هلأ بيكون مش منتبه هو بيدراوة بطريقة يعني بيعيش فيها حالة شو بدي يقول خليم عليه شيء استكلمت التعبير نشوة بطر يعني لأني شغلة عظيمة قصدي ما هي دي أشبه شيء ببليس شو قصة بليس قصة بليس إنه قال لأني عبدتك عبادة ما حدا عبدك إياها وبعدها تعالي قال لك الله تعالي قال لك أنه أنا من نار يعني أنت خلقتني من نار أنا أحسن منه هاي 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 نشوة البطر التي يعيش الواحد منها التي تسمى بالفخر هي التي يمكن أن تسقط أي إنسان عن أي رتبة يمكن أن يصل إليها كيف بيقدر يتجنب بأن يلجأ إلى الله ليعصمه عنها كيف بيقدر يقرش هاي يعني يتلمس هاي القصة هي هاي بالدعاء الدائم وبرجع بكر قدامكم هذا الدعاء الدائم لا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي التفتو إخوان وإخوات ما عم بيقول له إلا حططني مثلها لأنه مش مطلوب إنه الإنسان يكون زليل ولا يعذو بالله أو إنه الإنسان يكون بإنحدار أبدا هو مطلوب إنه يكون متقدم مطلوب إنه يكون متميز لكن مطلوب عند نفسه أن يشعر بأن كل ذلك منا من الله وهي قابلة لتؤخذ منه إلا حططني عند نفسي مثلها إذن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفقر في مورد آخر ومتعني بهدى صالح حتى الهداي نحو الصلاح هي أمر يقدمه يزينه الله لنفوسنا بزين نفوسنا فيه ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به ما بغير عنه وطريقة حق النمط اللي بعبدك فيه اللي بتوجه فيه إلك وطريقة حق لا أزيغ عنها ما بابتعد عنها أبدا ونية رشد النية الصالحة المخلصة التي تريد المولى سبحانه ولا تريد غيره ونية رشد لا أشك فيها رحيم رؤم معنا أنه من أقصى الأمور التي تزلزل أخلاقيات الولاء هي الشك هي عدم اليقين هي عدم الأطمئنان حالة الشك هي من أصعب الأخلاقيات التي تردي 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 أي أخلاقية ولا لله أو لمن أراد الله أن يكون لنا وليا في مورد ثالث اللهم لا تدع خصلة تعاب مني يعني ما تخلي ولا ميزة هي مورد مثلب علي مورد عيب إلا أصلحتها أحظته لمين عم بيرجأ بإصلاحها لا الله أنت يا رب صلح لي طبعا أنا بدي يبذل جهد هلأ مش معلوم أنه يتوفى بس لحتى لا يتوفى الله لنزم يتدخل فبدعي الله إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة يعني عمل كريم ولا أكرومة في ناقصة مش موجودة أصلا من مكارم الأخلاق من مكارم الأخلاق التي تنشئ رضي الأفعال فترضوا أنني مش موجودة لدي أو مش فترضوا نحن هاك فينا هذه العيوب اللجوء إلى الله أن يتممها الله أن يوفرها الله لنا الأمر الثالث في مسائل المرتبطة بهذه الأخلاق أو الخاصية التعامل معها هي الاستعاذة بالله لأنه الشيء العزيز إذا بيكون في شيء عزيز علينا قطعا نصير منبذ الجهد وخوف دائم أن نفقده لذلك ينبغي أن نكون بحال من الخوف الدائم أن نفقد هذه الخصائص هذه المزايا هذه الأكرمات لذا نستعيد نستعيد بالله الاستعاذة بالله يعني اللجوء إلى الله من المكاره ومن سيء الأخلاق ومذام الأفعال وبالمناسبة في دعاء خاص بصحيفة السجدية بهذا الخصوص الاستعاذة بالله من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال منصح أن تشوفوا هذا الدعاء بشكل واضح بقول واحد من مقاطعه ونعوذ بك يا رب ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة أنه قال لا شو هي هاي مش قصة يعني مثلا فلان فلان فترضوا مثلا مؤثر بحق الناس بعدين بحصل منهم مسامح هاي احتقار الصغيرة وإلا هي أكبر الكبائر احتقار الصغيرة أكبر الكبائر والسبب بكل بساطة لأن مرة نحن مننظر للفعل بأنه صغير أو كبير في قياس العلاقة مع الناس ومرة منشوف بوج مين أني ارتكبت الحرام يعني إذا كنت مئتنع أن هذا أمر الزمن الباري فيه أو نهاني الباري عنه وأنه يراني وأنه يتابعني شو يبقون بارتكبه ارتكاب له لهذا الفعل هو كأنما هو مواجهة في مواجهة مع الله هون 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 الشكل التي لا تختفر هي التحدي اللي ممكن يصير عند الإنسان في نفسه تجاه الباري وسندرس فيما بعد أنه فعلا مسألة البشر مش بس أنه فيه إمكان نفسه للقيام بتحدي لله ممكن إذا بدنا ندرس شوي الحركات التي انحرفت عن خط التوحيد أو عن خط الالتزام بالنظم الإلهية أصلا قامت وبشكل صريح بمواجهة مع الله يعني مثلا بإيام الوثنيين حكاية الإنسان ودوره ابن الله ومش عارف شو مثلا فكرة لنفترض فكرة هرقل هذا هرقل الحظيم الجبار ابن مش عارف مين أنه هذا اللي بيقدر يواجه الإله الآلهة ويغلبه في هذا هذا النزوع عند كثير من الناس في مثل هذه الموارد فإذا ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وإن يستحوذ علينا الشيطان هو مرتين يؤكد أنه علينا أن نركز على حكاية الشيطان من مرأة هاك الشيطان والحكي عنه الظاهر بد حكاية لحال أعلي لحال عرواء نقدر نتحدث لأنه قصة وحكاية وحكاية يعني أو ينكبنا الزمان أو يتهضمنا السلطان طيب إذن هذه فيما يرتبط بالخصاص اليوم بعد في فكرة محددة لازم نشير لها ونتوقف حتى الأسبوع القادم أن أبقان الله وإياكم من الأحياء نتابع بقية الكلام شوية الفكرة هون انتبهوا لمن بالإسلام كنظام كرسالة كدين خليني شبه بالهرم أنه كل ما يتصل في هذا الهرم يرتبط بنقطة محددة يعود في المآل إلى نقطة محددة ما في شيء موجود بالإسلام شو بتكم المصوص القرآنية أو الروايات مرتبطة بنقطة محددة الأخلاق مرتبطة بنقطة محددة هي ذات السلوك الحلال الحرام الفقه الكلاميات حتى لو افترضنا أنه مثلا عندنا فلسفة إسلامية وروحانيات إسلامية كلهم 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 هون ينبغي أن يكونوا مرتبطين بهذه النقطة وأي يعني خلل في مشابهتها لهذه النقطة يساوي خروج عن الإسلام بتصير بمطرحتين طبعا مفروض أنه كل الناس وقت اللي بين آله هك لازم تعرف أنه هذه النقطة هي التوحيد هي التوحيد يعني أن يكون السلوك سلوك موحد الأخلاق أخلاق موحد الفقه والحلال والحرام والالتزامات مبنية على العودة إلى عبارة الله يعني مرتبطة بمسألة التوحيد لكن أنا أريد أضيف شيء آخر التوحيد صح هي النقطة المحورية لكن بما هي الشأن العقائد الذي علينا أن نتثبت منه أن نتمسك به بهذا الموضوع العقائد لا أقل عند الشيعة الاثنى عشرية أنه في عنا خمس أصول بشاك لين التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد أو الإمام باليوم الأخر طبعا عن طواف أخرى مذاهب أخرى ممكن يسموا تسمية تانية بس بيبقى عندهم موضوع التوحيد موجود وموضوع النبوة موجود يعني ما في مجال هلأ بيختلفوا على بعض المسميات الأخرى نحن هلأ مش بدرس عقائدي مش هون أنا اللي بدي أقوله أنه علميا بشكل دقيق كل شيء يعود إلى التوحيد هذا صحيح لكن إذا بدنا نشوف الدقة يعني إذا الواحد بده يكون هايك حريص جدا أنه مثلا هو عم بيربي أخلاقه إن كانت الأخلاق الإسلامية ينبغي أن تكون مرتبطة بنقطة أساسية اللي هي العقيدة أو التوحيد العقائدة كيف بده يركل كل شيء بالأخلاق كيف بده يرتب كل أموره على أساس هذا المعطى بناء عليه ما فينا نكتفي بفكرة التوحيد يجب أن نلحظ بقية الأصول تماما مثل مثلا أنا ما بقدر أني أقول بأنه ينبغي أن أكون صادقا مع الناس لأن الله أمرني أن أكون صادقا ولأن هذا ما يرضي الله ولأن هذا ينسجم مع توحيد الله اللي فطرني على ذلك على أن الصدق هو من الأمور الحسنة الصالحة الجيدة اللي مش قبيحة منيح لكن إذا تحدثت عن ميزة الصدق خارج إطار العدل يعني أني صادق بس مش عادل لا في صدقي عادل ولا بميزة أخرى يعني في طرد مثلا أنه أني صادق لكن بظلم الناس تزبط ما بتزبط ما بتزبط ما بتزبط لأنه هذه أن لا تظلم الناس هي أصل من الأصول المؤسسة لقيم هذا الدين شو يعني أن لا تظلم وأن لا تظلم أحدا يعني أن تكون عادلة ولذا بلنا نعم أكثر بفكرة العادل أصلا حتى طريقة الصدق طبيعة الصدق يكون صدقا عادلة طيب هذا الصدق الصدق هذا العادل التوحيدي هل يمكن أن يختلف عن الطريقة التي رسمها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ما تقولوا أي ولا بقصد الطريقة التي رسمها رسول الله محمد يعني الطريقة التي تعود إلى الوحي إلى الوحي 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 النبوي لأنه هلأ أدمبتكم كل الهجوم الذي يشن على أخلاق الإسلامية وعلى المعتقد الإسلامي وعلى أصل الديانة الإسلامية يستهدف موضوع الوحي رجع بأيك سؤال فينا نحن نبني أخلاق خارج عن إطار الوحي عن وصايا الوحي عن قيم الوحي كمان لا لا يمكن هلأ بس تقول وحي ونبوه يعني فتنة عند الإمام عليه يعني مش لأنه نابع أكيد مش نابع لكن لأن لأن أمير المؤمنين ليس له من الأمر شيء إلا وحي الذي تماهى به مع رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمير المؤمنين يعني هاي الأئمة هاي الإمام في معتقدنا هل يمكن لنا أن نتحدث عن الصدق عن الكرم عن فقط نقتصر فيه على الدنيا دون لحاظ الآخرة شو خصك بالإسلام ساعد يعني يعني إذا كنت من أحسن الأفلاق لكن مش من أجل الآخرة مش لأنه فيه ثواب مش لأنه فيه عقاب أصلا ما بدي شيء من الله بعدها لا بعدها ما بدي بدي يزبط لأموري بس بالدنيا هذا مش منسجم هذا لا ينسجم مع طبيعة للمعتقد ولا الأحكام الإسلامية ينبغي أن يكون منصب باتجاه الآخرة إذن هل يمكن أن أبني أخلاق لا تنتمي لعالم الآخرة آه ممكن واحد ملحد واحد ملحد يعني مخصص بالآخرة واحد لا مؤمن بأله ورسوله والإمام علي وكل بين الاثنين إذا اثنين كرمة في النتيجة في المآل في المصير كيف ينظر إليهما كيف ينظر الله إليهما الأول ما بدوش شيء من الله بالآخرة ما هو أصلا مش مع التريف مش هك يعني أقصح إذا واحد من هول يجو مثلا بوقت لأنه يطرح هك أسئلة إذا واحد كتير 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 منيح وعمل اختراعات رظيم وكذا ومش عارف شو بش ما بيؤمن بأي الله طيب معقول إنه الله يفوت عجهنم طب أصدي ما هو ما بيؤمنش بأي الله شو فرقة معه إذا فوت ما هو بيعتبر إنه مش رح يفوت عماطرح أنت لاش حمل لها بمهل قد يعني فلا إذا أجيت أنا يلتلك آي برح يفوت عجهنم أنا بيكون افترض إنه عم بتبلع ما هو أصلا هو ما بيعني له شي هذا الحك لو كان صادقا مع نفسه إنه ملحد لكن هذا ما يريده ما يبتغيه هو حدود الدنيا بينما الذي يبتغيه المؤمن بالمعاد في الأخلاق هو شي له ارتباط بالمعاد مرتبط بعقيد إذن ما تضيع البوصل من أذهانكم عموم الأخلاق ترتبط بالمعتقد وبالأثناء إذن تحدث عن الأخلاق الولائية خليني ألكن شريطا الأولى أن الأخلاق تحتاج إلى مربي الأخلاق الأخلاق طبيعتها تحتاج إلى مربي بدراسة العقيدة مش بس مندرس التوحيد نحن بالعقيدة مثلا مندرس في الله ولا ما في الله واحد ولا اتنين ولا التلات لا لا من نحن مندرس بأثناء ما ما مندرس عقيدة وندرس الأسماء الحسنة هذا الأسم شو معناه هذا الأسم شو معناه هذا الأسم شو معناه من الأسماء الحسنة الرب 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 من هو الرب هو الذي يربي يعني هلأ إذا واحد بده يعمل نظام تربوي بالإسلام من هلأ من أي فكرة لازم يبلش فكرة الرب إذا بده يزكي خلقه ونفسه من المولى من الرب فإذن نحن بحاجة أيضا إلى هذا المؤشر طيب كلمة رب يعني اللي بيدبر الأمر سيده مالكه إلى آخره بمعنى آخر الرب هو الولي وليك هو ربك أو ربك هو وليك أنا هلأ إذا بد امسك وراءه ألم وقعد اكتب اجعبالي هك بدل ما أقول العقائد الإسلامية واكتب حول العقائد الولائية العقائد الولائية تظبط معي ولا لا رح جرب أن يكون هالتجربة السريعة أول مبدأ أول أصل إلنا بالعقائد شو هو هو التوحيد طيب شو فيه سميه الولي تظبط ولا لا إنما وليكم الله بدأ يبحث موضوع الولاية وكل ما يرتبط بمسألة التوحيد ضمن هذا العنوان بيظبط آه بيظبط فيه كف من كلمة الولي إلى شيء آخر طبعا ما هي الآية دلتنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني مسألة الولاية رايحة على ثلاث شكلات من أصول العقائد فيه ابحث التوحيد وفيه ابحث النبوة وفيه ابحث الإمامة طيب فيه ابحث المعاد أخوان وأخوات بكل بساطة شو يعني المعاد يعني ثمرة هذه الصفحة التي نقرأها في القرآن الكريم هذا المعاد شو هي الجنة له الجنة هي هي الرسالة التي نزلت علينا ما أتى به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي هي الجنة هي الجنة هي هذا المصير هي هذا هو المعاد فيك تدرس الرسالة هونيك كل رسالة الإسلام يمكن درسها هونيك طيب شو بعد إلى ربط بالعدل أن الولي هو الذي لا يظلم أن الولي هو كذا أن الولي هي وحدة من صفاته وحدة من أخلاقياته لذلك شو ورد لدينا بالروايات تخلقوا بأخلاق الله يعني بأخلاق الولي الذي هو الله فيه يدرس العقاد هيك على أساس الولاية قطعا وإذا درست العقائد على أساس الولاية بحل إشكالية كتير كبيرة أنه عادة أن إحنا بس ندرس العقائد مندرسها بشكل كتير نظري لو درسنا العقائد على أساس الولاية للاحظنا كل كلمة في إلها ارتباط بالقلب وبالوجدان وبالعواطف وبالمسلك طبيعة الولاية طبيعة الولاية فمنقوم نربط الأخلاق بهذا المبدأ الذي هو الولاية طيب هذه الأخلاق الولائية المرتبطة بالولاية كيف يمكن مرة ثانية كيف يمكن لنا من نفس الولاية أن نقسمها إلى مستويين الأول التولي يعني ما تتولى والثاني ما تستعيذ منه ما تتركه ما تتبرأ منه كيف أي قرآن هذه اللي بسورة هود بيقولوا شيء بيطرسوا الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأهميتها لهي فاستقم كما أمرت هاي الاستقامة هاي الاستقامة كما أمرت شو بتعبر عن كل الأخلاق اللي فيها تولي إن أردت أن تتولى الله فاستقم كما أمرت لذلك وهون لازم تحطوا ببالك ونمنيح لأنه بعدان كتير هاي بداني آش إن أعظم ما في أخلاق التولي هو التعبد بأوامر الله التعبد بالله هي التي تستعى الإنسان عبدا هي التي تجعله عبد لله عز وجل إذن فاستقم كما أمرت هاي الشق اللي إله علاء أوان بالتولي وأعرض عن الجاهلين شو الجاهلية الجاهلية هي إما عدم العلم أو بيكون العلم مزيف أو بيكون العلم مزيف بيعرف أو بالأحرى هو بظن حاله بيعرف ويقيناً هو يعني مع أنه هو غلط لا يدرك أنه على خطأ هذا مستوى كتير متقدم من الجاهل من الجاهلية لكن الأهم في الجاهلية القيم الأخلاقية والعملية القائمة على ما هو خطأ خلاف الوحي خلاف الفطرة خلاف طبيعة البشر مثل شو مثلاً مثل أنه مثلاً بعض الناس لا يشكرون لو الصحيفة الأبنة أول دعاء موجود للإمام زين العابدين بالصحيفة السجادية أنه هذه المخلوقات لو أنهم لم يشكروا لخرجوا من حد الإنسانية إلى حد البهيمية بيقول إمام زين العابدين عدم الشكر يعني بصر الواحد كرمكم الله مثل البهايم يعني مقتضى أن يكون الإنسان إنساناً أن يكون شاكراً إذن هذه هي الأمور التي تربطنا أو تجعل ترسم لنا منطلقات الحديث حول أخلاق الولائية المرتبطة بالولاية بقسميها التولي والتبري أخيراً الشيء الذي يجب أن ندرسه هو الأسبوع القادم ما هو؟ نود أن نتعرف من خلال القرآن الكريم إلى جماعة التولي والجماعة التي ينبغي أن نتبرأ منها يعني من هم في فسطات التوحيد ومن هم خلاف التوحيد في فسطات الولاية ومن هم خلاف فسطات يعني خيمة موقع عسكر خندق المختلف عن الولاية من النهال ومن النهال اللي عبر عنهم جماعهم 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 كلهم أنه هني مثلاً بقصة اللي خارج إطار التوحيد والولاية اللي هم كتير تسمية بيسميهم مرة مشركين ومرة بيسميهم كافرين والكافرين على أصطاف وبيسميهم فاسقين وبيسميهم مئة ألف إسم وإسم إذا بدكم لكن كلهم كلهم يمكن جمعهم بتسمية وحدة هون وهون التسمية الموجودة في هذه الجبهة لها اصطلح عليها بحزب وسمى حزب الله والتسمية الأخرى كمان اصطلح عليها بحزب وسمىها حزب الشيطان الحقيقة أول سؤال لازم نعالجه الأسبوع القادم لماذا أسماهم الله بحزب بالحزب وليش طب هون حزب الله فهمنا هونيك طب ليش ما قالش مثلا حزب النفس الأمارة بالسوء أو حزب الهوى ليش الشيطان لماذا أعاد الأمر إلى الشيطان ثم بعد ذلك يمكن أن نفصل فيه طبيعة هذه المجموعة وطبيعة تلك المجموعة على أملي ذاك الكلام نلتقي بكم بإذن الله إن شاء الله في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر